مزارة الصحة أعلنت النهاردة إن كان في حالتين إصابة بفيروس كورونا اللي هو اللي بتحور EG5 الحمد لله اللي اتنين خفوا زي الفل وخرجوا ما فهمش أي حاجة يعني ده جاء عنا تاني نسمع عن بيانات والعالم بيتكلم وأرقام نهاردة منظمة الصحة العالمية بتتكلم على مليون وخمسمائة ألف إصابة جديدة بكورونا وألفين حالة وفاة خلال الـ 28 يوم اللي فاته من يوم 24 سبعة لحد 20 أغسطس بزيادة حوالي 63% المنظمة في آخر تحديث يعني من ساعات ليها على مسألة انشار كورونا في العالم قالت إنه تم الإبلاغ عن أكتر من 769 مليون حالة مؤكدة للإصابة أو 7 مليون وفاة على مستوى العالم من أول ما بدأ الوباء في 2020 وحتى 20 أغسطس الحالي فيه انتشار؟ آه فيه انتشار إن الحالات المبلغة عنها الحقيقة يعني ما هيش خطيرة معدل الألفين وفاة بيعتبروا إنه مش معدل خطير أو مزعج أو مقلق في مدى الشهر حتى معدل الإصابات اللي هو مليون ونص إصابة في تقريبا أربع أسابيع تقريبا يعني برضو بيعتبروا إن ده سريع هو بيعتبروا الإي جي فايف هو سريع أو إي جي آفايف إي جي فايف هو سريع الانتشار ولكنه مش شديد الخطورة هنشوف دوتي هنشوف تقرير وبعد التقرير هنعرف شوية معلومات ونسأل شوية أسئلة إزاي نقدر نميز بقى ما بين المتحور ده ما بين كورونا ما بين برضو الإنفلوانزة العادية لأن اليومين دول هم يومين برضو الإنفلوانزة ويومين تغيير الجو وإحنا كمان داخلين قريب على مدارس فيعني أعتقد هيبقى فيه مهم إن إحنا نميز ما بين الإنفلوانزة وبين إي جي فايف لقدر الله وما بين المتحورات يواصل متحور كورونا الجديد إي جي فايف بوينت تو في الانتشار بسرعة كبيرة لكنه لا يبدو إنه يشكل تهديد على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات الأدلة العلمية تقول أن المتحور الجديد أكثر انتشارا ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبء مرض أكثر على المصابين ويعتبر المتحور الجديد هو واحد من متحورات أوميكرون ويوجد نوعين أو ثلاثة من هذه المتحورات وتتشابه الأعراض تماما مع أعراض الفيروسات التنفسية بما فيها المتحورات السابقة من الإصابة بفيروس كورونا منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه تم الإبلاغ عما يقرب من مليوني حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في الفترة من الرابع والعشرين من يوليو إلى يوم عشرين من شهر أغسطس الجاري بزيادة قدرها 63% أما وزارة الصحة والسكان فكشفت في وقت سابق عن تفاصيل خريطات ترصد المتحور الجديد لكورونا بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وذلك لرصد المتحور والتعامل معه بشكل سريع حيث يتم تطبيق نظام الترصد للأمراض الوبائية مثل المتحور الجديد لكورونا في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية ويتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلوانزة والأمراض التنفسية الحد والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة من مصر محمد الجباس